السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني كرام نظر الجوائز الكاف والكاريتة الكبيرة والطامة الكبرى في اللائحة النهاية ذي الثلاثة اللاعبين اللي يستبعدوا فيها كذلك رياض محرز وكذلك ياسين بونو ونظروا احسن فارق احسن مدرب احسن لعب شاب احسن منتخل يعني هذا الفيديو هذا مهم جدا كل دم الاخوان ديالنا في غزة الله يشافي جرحاهم ويرحم شهداء دياله ما دي اقل حاجة ندعو معهم وكنتمنى الاخوات كاملين ندعو معهم ان شاء الله وخليونا الرأيي لكم في الكومنتر على الشي هذا اللي دارت الكاف درونا اخوتي تشيراك ولايك البداية غا تكون معايا سين بونو لستعمل استبعدوا الكاف على احسن النهائي اللي فيها كل من محمد صالح وكذلك اشرف حاكيمي وقوسي من لاعب نجيري لاعب نابولير ايطالي يعني كما كان شوفو الكاف بصراحة مهزالة بهذه المعنى الكلمة كما شفنا استبعد ياسين بونو ودك الشي اللي قدمه وسيم تاريخي بكل معنى الكلمة معنا دي ايش بيليا وكذلك مع المنتخب المغربي في كأس العالم كيف مماشنا سطر ملحاما تاريخي بهذه المعنى الكلمة وواش ياسين بونو انتقلنا دي الهيلة لهذا الشي اقتر عليه بصراحة شي اللي ما بغاش يتفهم لنا بصراحة من الانتقلنا دي الهيلة الساودي وكنك لعب ايش بيليا لاسباني يعني واش هادة دار فرق يعني بعد تساؤلات كالتطرح على اتحاد الافريقي بهذه المعنى الكلمة يعني كما شفنا ما عرفنا السبب بكل معنى الكلمة بصراحة عندك حاكيمي وكذلك محمد صالح وحاكيمي مغريبة وحنا مغاربة محمد صالح مصري وحنا كعرب ما يستهش يكون فاللاقحة هادي محمد صالح باتاتين اللاقحة ستكون من ياسين بونو وريض محرز وكذلك اسيمي اللي حقق الدوري الايطالي مع نابولي اللي مدة طويلة دي ما حققوش دوري الايطالي بكل معنى الكلمة وتوج بهدف دوري الايطالي يعني كما كنقولو مهزالة دي الاتحاد الافريقية بكل مقايص والشي اللي صارها علي عديد طرحوا علي عديد الاسئيلة قاعد الجماهير قد طرحت الاسئيلة هادي بصراحة كما كنقولو مهزالة محمد صالح يعني مدرح تشي حاجة معنى دي ليفيربول حتى تشامبينس اللي قول الخار متأهلولوش وهدي شي حاجة بصراحة كل شك يطرح حتى سأولز هادي كيف مماشي ان محمد صالح تل هدف دي الدوري انجليزي مداش ده ايرلينغ هالاند يعني كما كنشوفو هي سينبونو بصراحة يستسهل وبصراحة يستسهل وبصراحة يستسهل في نظر المغاربة كاملين هو احسن حارس في العالم وكما كنش في ناكن يستسهل يتوج في قاس العالم كعفض الحارس والدهالي الاسف الارجونتيني مارتينيز وكما كنش في ناكن يستسهل تصدق لك الكورة الاخيرة لكولمواني هو بشعطاوه تحت الدولة لك الجائزة هاديك وبصراحة يسينبونو يستسهل يكون احسن حارس في العالم قدمه السوا خرافي وكما كنش في نادي برشلونة يريد تعاقد مع يسينبونو بعد اصابات الحارس ديالو مارك اندري تيرششيقن وكانت منيه يسينبونو التوفق وديما غيكون احسن حارس في العالم بالنسبة لين بالنسبة لجزائر رياض محرز اللي اددى ثلاثة الالقاب معانا دي همان شي استر سيتي اللي اددى الدوري انجليزي الممتاز وكيف مماش ناها رياض محرز اددى خمسات لمرة الدوري انجليزي الممتاز مع الستر سيتي لقاب وكذلك مع استر سيتي اددى ربعض الالقاب ديالدوري انجليزي الممتاز وهدي شي حاجة كبيرة وقدم موسم جيد جدا وخامك اشكي لعبك اساسي ولا اني بالمعنى الكلمة كانت تحسب الرياض محرز باش تيحد الافريقي خرج الرياض محرز وكذلك يسينبونو هادي شو هادي هالطاريخ بكل معنى الكلمة بصراحة حاكمي ما كيستهج يكون فاد لائحة هادي وكذلك محمد صالح بصراحة شنا حاكمي ما قدمش شي موسم كبير معنا دي بباريسان جيرمان واش اشرف حاكمي الاداء اللي يقدم على المنتخف كأس العالم هو ليش فعله يكون حاضر فاد لائحة هادي الله واعلم خليونا الرأي دي لكم بصراحة نتشنباشي تفهملي بكل مصداقية بصراحة رياض محرز قدم موسم جيد جدا تحصل على الدوري انجليزي الممتاز وكذلك تحصل على كأس ديال تيحد الانجليزي يعني تحصل على كأس ديال انجليزي وكذلك دوري ابطال اوروبا بصراحة بكل معنى الكلمة كان خصو رياض محرز يكون حاضر فاد لائحة نهائية هادي بصراحة رياض محرز قدم موسم رائع جدا واش كما قلنا عليه سينبونو كان طابق على كذلك على رياض محرز بات خروجه من دوري الانجليزي الممتاز الى الدوري السعودي هادش يأثر على الجائزة ما يكونش حاضر فيها في المرحلة النهائية هو ياسين بونو بصراحة نشلم باشي تفهم لي انا بكل معنى الكلمة وكيف مش نلاعب اخذ دوري ابطال اوروبا لأول مرة وكذلك مانشي ستر سيتي اخذو هاد اللقب هادا لأول مرة ديال دوري ابطال اوروبا بصراحة رياض محرز قدم موسم كبيرة في دوري انجليزي الممتاز موسم خورة في معانا ديه السابق اللي ستر سيتي اللي دارو انجاز ولا اعجاز بصراحة بني كانوا فازو بالدوري انجليزي الممتاز وكذلك معانا شي ستر سيتي اللي هذا الموسم الاخير هو بصراحة اللي ملعبش في رياض محرز موباريت بزاف ولا ان يسجل عشرين هاداف وكذلك تمريرت حاسيمة ومغى وما شبه هادالك يعني اللعب قدم اداء جيد وبصراحة انو كنت كانت مني يكون حاضر في اللائحة النهائية هو ياسين بونو وكذلك اسيمين هدي اللائحة اللي كنا متوقعينها وللأسف تحض الافريقية يصدم الجامع بكل معنى الكلمة وكيف يخرج باللائحة هادي بصراحة محمد صالح وكذلك اشرف حاكمي مو جمالة بكل معنى الكلمة أنا بالنسبة ليها مو جمالة وخلي من الرأي ديالكم وش هي مو جمالة أم لا بالنسبة للاشرف حاكمي مقدم الشي اداء كبير كذلك كذلك محمد صالح مقدم حتى شي حاجة مع الفارق دياله متأهله الشي الدوري أبطال أوروبا لم تأهل الكأس العالم ترى هذا محرز متأهل الكأس العالم ولا أنه يقدم أداء جيد مع الفارق دياله وهذا الشيء الذي كان بالنسبة لجائزة يأحس اللاعب أفريقيا بالنسبة لجائزة أفضل حارس مرمى اونانا الحارس الكاميروني اللي وصل معنا دوري أبطال أوروبا وخسروا أمام منشيستر سيتي يعني منطقيا كذلك شناوي فاز بدوري أبطال أفريقيا على حساب الويداد معنادي الأهلي ياسين بونو اللي قدم موسم خوريا في معنادي إيشبيلية والتوجوب كأس تحاد الأوروبا اللي يفز معنادي إيشبيلية وقدم كأس العالم خوريا فيه مع المنتخب المغربي ووصلوا إلى نصف نهائي كأس العالم يعني هذه شيء حاجة كبيرة بصراحة ديرها ياسين بونو وبصراحة لأول مرة المنتخب المغربي أو لو شيء منتخب أفريقي كيوصل نصف نهائي كأس العالم وكيلعب المباراة الترتيبية كرابع أحسن منتخب العالم بعدما خسرنا أمام كروازية وبصراحة هذه منطقية بكل معنى الكلمات لسات الحراس يعني كنقوله منطقيا يعني هما الأفضل في إفريقيا هات لسات الحراسة هادو وعطيونا الرأي دي لكم وش هما الأفضل أم لا بالنسبة لإزادة دي الأفضل لاعب شاب بالنسبة كبيرة غير فوز بها عبدالصامت زنزولي كما شونا عبدالصامت زنزولي قدم موسيم خرافي كذلك في كاس العالم مع المنتخب مغربي اللي كان حاضر وصال مع المنتخب نيصب نيائي وقدرك توج مع المنتخب الأولمبي بكاس أمام إفريقي على حساب منتخب ميصر يعني هات الجائزة هادو بنسبة كبيرة أنا قد نظن مغرفوز بها عبدالصامت زنزولي وكنتمنى ولو إن شاء الله توفيق في النهاية بالنسبة لأحسن مدرب ثلاث مدربين بالنسبة لها الجائزة هادو في هات المدرب السينيقالي اللي قدم أدأ جيد مع المنتخب الصينيقالي وكذلك فيها المدرب بن شيخة اللي فاز بكاس تحاد إفريقي وكذلك فيها راسلافوكا السيد ويدر جرياقي اللي قادل منتخب مغربي إلى ناس في نهاية كاس العالم وهذه شي حاجة كبيرة بزاف بالنسبة لم يكنش كانت تصوروها ولا كانت في المخيي اللي دينا تماما بعدما تعين قبل كاس العالم بأيام قليلة أو بأشهر قليلة بعد معنى الكلمة وقدم كاس العالم خورة فيها مع المنتخب المغربي وسطر اسمه في التاريخ كذلك الكوراو والعربي وكذلك الكوراو الإفريقي والعالمي بعدل معنى الكلمة وكذلك المغربي يعني الصعب على شي مدرب كذلك مغربي صنع سيد ويدر جرياقي بكل معنى الكلمة يعني بصراحة سيد ويدر جرياقي هو اللي غير يفوز بالجائزة هاي بنسبة كبيرة وكنتمنى وإن شاء الله يكون عنده حد موفق في النهاية إن شاء الله ويفوز بالجائزة هاي صراحة سهلة سيد ويدرق راقي مو درب كبير بصراحة اشياء الكثير في ضرف كما نقوله عام تقريبا اعطاعت الشي هذا المنتخب وكنتمنى ان شاء الله التوفيق بالنسبة لأحسن المنتخب كينا السناغال وكذلك كينا المغرب وكينا كذلك قام بيا بصراحة أنا كنت نتمنى صراحة تكون الجيزة إرحل الجيزة في 2023 مخسروا حتى شي مباراة وهذا شي كما نقوله باش تكون شافة فيها ما تكونش صراحة الفيديو دي لنا يكون بصراحة مطالع على كما نقوله المجاملات ما تكونش وبصراحة المغرب هو اللي غير يفوز بالجائزة هذي احسن منتخب حيث المنتخب المغربي كما نعرفه كاملين وصار نصف نهائي كأس العالم وهذا ما درحت شي منتخب والصعب على شي واحد بصراحة يعرض هذه الجائزة هذي يفوز بها المنتخب بالنسبة للجائزة دي الأحسن فارق في أفريقيا غتكون بين الأهلي الميسرية وكذلك الويضاد البيضاوي وكذلك منذ الصندون�rod إن كذلك على فارق الويضاد يعني أتخسرتهم فارق الويضاد للأسف وكنت مني لو ان شاء الله تعوفيق والسلام عليكم وكان معكم محمد